جربنا لعبة أساسنس كريد السراب الجديدة في زيارة لستوديو يوبيسوت بأبوظبي اللعبة أحداثها في الدولة العباسية وبالتحديد في بغداد القديمة وأحداث القصة تبدأ في عام 861 ميلادي وبطل اللعبة هو باسم لس فقير يعاني من كوابيس غامضة يتحول إلى أساسن بنضمامه إلى مجموعة المستترين ويبدأ باكتشاف مؤامرة كبيرة توصل للخليفة نفسه والنتيجة بحسب تجربتنا الأولية رائعة وخاصة مع استعمال الآلات العربية مثل العود والقانون في الموسيقى للعبة اللعبة رجعت للأسلوب القديم في السلسلة اللي يعتمد على التخفي والاغتيالات وتركت أنظمة الار بي جي اللي جات في الإصدارات الأخيرة مثل أوديسي وفالهالا مهارات باسم هالمرة رح تفتح مع التقدم في القصة لكن من البداية بيكون عندك مهارة النشل واللي تطلب منك ضغط زر معين في التوقيت الصحيح حتى ما ينتبه لك أحد القتال المباشر بسيط لكن فيه تحديثات تعتمد على قراءة هجمة العدو عشان تصد أو تتفادى الضربات مع العلم أن هجمة العدو اللي باللون الأحمر لازم تتفاداها لأنها غير قابلة للصد والأفضل لك أنك تحرك الجثث وتخبيهم عشان الحراس الثانيين ما يصيدونك بالنسبة للأهداف اللي مطلوب منك تختالها بتحصل لهم أكثر من فرصة حتى تقضي عليهم بشكل مشابه لسلسلة ألعاب الهتمان وعجبتنا الطبقية في تصميم المراحل لللعبة وكيف بعضها عمودي وما هو أوفقي بس تجربتنا توزعت على ثلاث مهمات مختلفة الأولى كانت بداية القصة ونشوف فيها باسم ينفذ مهمات سرقة بسيطة بمساعدة صديقه من الطفولة نهال المهمة الثانية كانت انضمام باسم للمستترين وتدريبة تحت شخصية روشان والمهمة الثالثة كانت لاغتيال أحد الأهداف في مدينة بغداد أما الأداء الصوتي لشخصية باسم كانت من الممثل القدير إياد نصار واللي شارك في مسلسلات مثل الحجاج وأبو جعفر المنصور وطبعا هذا أول دور له في لعبة فيديو يوبيسوفت بذلت جهود كبيرة لاقتباس الثقافة العربية في اللعبة واستعانت بخبراء عالميين ومحليين منهم موزع الموسيقى الأكرم حداد وليث صديق عازف الكمان وتم تسجيل الألبوم عن طريق فرقة الأوركسترا العربية في مدينة نيويورك وبشكل عام تجربتنا كانت واعدة ومنتظرين النسخة النهائية من اللعبة